اعزائي طلبة وطالبات التعليم الفني اهلا وسهلا بكم في برنامجكم في بيتنا مدرسة النهاردة في حلقة النهاردة باذن الله هنتكلم عن منهج الحاسب الآلي للصف الثاني التجاري والفندقي وبالتحديد برنامج ميكروسوفت اكسل الخاص بالترم الدراسي الاول في البداية هنحب نعرف برنامج ميكروسوفت اكسل ميكروسوفت اكسل برنامج محاسبي واسمه ميكروسوفت اكسل مشتق من كلمة اكسلنت يعني الممتاز في المحاسبة يبقى من اسم البرنامج اللي هنتكلم عنه النهاردة نقدر نستنتج انه هو برنامج محاسبي واطلق عليه اكسل يعني بصفته انه هو من افضل التطبيقات في المجالة اللي بيستخدم فيه الحسابات لازم نعرف الاول ان تطبيق برنامج او البرنامج ميكروسوفت اكسل هو احد برامج تطبيقات ميكروسوفت اوفيس ميكروسوفت اوفيس اه اه اتحت لنا حزمة من التطبيقات تحت مسمى ميكروسوفت اوفيس التطبيقات بتحتوي على تطبيقات عديدة من ضمنها ميكروسوفت اكسل ميكروسوفت باور بوينت ميكروسوفت وورد ميكروسوفت اكسس وتطبيقات عديدة تحت هذه الحزمة اشهر من اشهر هذه التطبيقات تطبيق ميكروسوفت اكسل اللي احنا هنتكلم عنه ونبتدي نشوف تفاصيله والادوات اللي هنستخدمها علشان نتعامل معي عايزين نقول ان ظهر ببرامج جداوي للحسابات الالكترونية بغرض ايه ايه لنا ظهرت بغرض اجراء عمليات حسابية ومنطقية واحصائية على البيانات وبنعرضها في الاخر في اشكال ورسومات بيانية لسهولة اتخاذ القرار من خلالها تعالوا نشوف مع بعض معنا الكلام دا ايه قال لنا ان برنامج ميكروسوفت اكسل بنجري عليه العمليات الحسابية عمليات حسابية زي ايه زي بحث بالاجور السبتة والمتغيرة وبحسب عليه برنامج فيه برامج جهزة مخصوصة لعمل الاجور والمرتبات والاضافات والخصومات هذه البرامج هذه البرامج منفزة من خلال تطبيق ميكروسوفت اكسل طيب بالاضافة الى العمليات الحسابية العمليات المنطقية زي ايه عندنا العمليات المنطقية ان انا اعمل مقارنة بين كميتين اكبر من واصغر من ابتدي ان انا استخدم الدوال المنطقية اللي مخزنة داخل التطبيق عندي طيب ايه هي البيانات الاحصائية العمليات الاحصائية اللي انا بجريها على البيانات اللي ما بدخلها جوه شيت الاجسل في عندي داخل التطبيق او داخل تطبيق ميكروسوفت اكسل مجموعة من الدوال المنطقية والاحصائية والرياضية والمالية وغيرها من العديد من الدوال اللي من خلالها انا بقدر ان انا اطبقها على البيانات اللي انا دخلتها وبذلك انا بقدر اني استخرج النتائج اللي انا عايزها طيب بعد ما انا بطبق العمليات الحسابية والمنطقية والاحصائية اللي احنا قلنا عنها دي بستخرجها في النهاية في شكل رسوم بيانية رسوم بيانية او اشكال رسومية طيب ايه الفايدة من كده انا لما بقدم كذا شيت في برنامج الاجسل وهنعرف يعني ايه شيت ونعرف يعني ايه اللي هو ورقة العمل اللي انا بشتغل عليها لما بعمل البيانات وخرج النتائج اكيد دواء بياخد مني اجراءات كتيرة وممكن يكون عندي اكتر من ورقة عمل نتجة من هذه العمليات فعلشان انا اخد اوراق العمل دي واعرضها على متخز القرار فهو هيقعد يقرأ وقع او اثنين وثلاثة واربعة ويشوف عمليات حسابية كتير جدا لكن انا ممكن اسهل كل العملية دي واخد النتائج وابتدي ان انا اصممها في شكل رسوم بيانية او في شكل رسوم هندسية بحيث ان هي تترجم لي تترجم لي ما انا انجزته من عمليات على شيت الاكسل زي مثلا لو انا شغال على برنامج اكسل في شركة معينة بتتعامل مع منتجات مثلا ولتكن منتجات كهربية او سلعة كهربية متخز القرار عندي وليكن رئيس مجلس الادارة او المسؤول عن قسم المبيعات طلب مني ان انا هبتدي اديله احصائية عن مبيعات الشركة او المؤسسة في خلال الخمس سنوات السابقة مثلا لمنتج معين وليكن شاشات الالي سي دي هبتدي ان انا هجيب البيانات اللي خاصة بالمخزون اللي خاص بالسلع والمبيعات وابتدي ان انا افرغها للسنوات من السنوات الخمسة السابقة اللي هعمل عليها الاحصائية هبصة انا لو جبت البيان دو عندي هبتدي انزل شيتات كتيرة هبتدي اراجع المبيعات في كل شهر من شهور من السنوات الخمسة فده هيخلي عندي كمية اوراق عمل كبيرة جدا ولكن لو انا لخصت النتيجة اللي انا وصلت فيها لشكل رسم بياني بشكل رسم بياني زي اللي احنا عارفين الشكل الرسم البياني بيبقى فيه محور افقي ومحور رأسي المحور الرأسي هوزع عليه السنوات الخمسة السنة الاولى السنة التانية السنة التالتة زي كان هو عايز من بداية مثلا 2017 18 19 20 21 ده الجزء المحور الرأسي المحور الافقي هكتب فيه المبيعات كمية المبيعات ادرجها وابتدي ان انا ارسم الشكل البياني اللي يبان فيه المؤشر الرسم البياني عندي اذا كانت المبيعات اتجاهها من سنة كذا الى سنة كذا في الزيادة اتجاهها من السنة اللي بعديها المؤشر ابتدى انه هو يهبط بعد كده هو المبيعات زادت فالمؤشر يبتدي ان هو يعلى فمعنى كده هو ان انا ممكن الخص النتيجة اللي انا وصلت لها نتيجة العمليات الحسابية في شكل رسم بياني يسهل منه ان اللي بيتخذ القرار يشوف الرسم البياني ويبتدي يعرف حركة خط البيع للسلعة دي او المنتج ده وايه وعلى اساسه يتخذ القرار هل يستمر في انتاج هذا المنتج اذا كان بينتجه هل يستمر في استراضه اذا كان بيستورده ولكن اذا كان مؤشر البيع في النزول فهو يبتدي يفكر يتصرف ازاي علشان يعالج مشكلة عدم الاقبال على السلعة دي فبالتالي متخذ القرار لما انا عملت له البيانات اللي هو طالبها في شكل رسم بياني او في اي شكل هندسي اخر هيبتدي ان هو يبقى مريح في التعامل مع البيانات ومش هيضيع وقته في ان هو يقرى كمية كبيرة من الشتات علشان يعرف اتجاه المبيعات اللي خاص بسلعة معينة في خلال فترة السنوات السابقة طيب هنيجي نشوف هنا هنشوف ان برنامج الاكسل بتاعي بيستخدم للتعامل مع ايه؟ بيستخدم للتعامل مع الارقام والجداول والدوال تستخدم الارقام والجداول والدوال دي تستخدم بكفاءة للتعامل مع البيانات وادارتها وتحليلها طيب تعالوا مع بعض نشوف برنامج الاكسل بيتعامل مع الارقام يعني انا ببتدي ادخل في الشيت او ورقة العمل الارقام اللي عايزة اجري عليها العمليات الحسابية احنا عارفين ان العمليات الحسابية دي بتكون الجمع الضرب الطرح الاسم الجزر التربيعي جميع العمليات الحسابية اللي احنا عارفينها الجداول بصمم عليه الجداول اي جدول ليه فورمة معينة او ليه شكل معين او ليه تمبلة معين عايزة ان انا اصممه على الشيت الاكسل سهل جدا ان انا اصمم الجدول دو ووجد له الحدود ووجد له الخلايا اللي هتعامل بيها من خلاله الدوال ايه الدوال دي اللي هي موجودة عندي في برنامج الاكسل الدوال دي عبارة عن صيغ ودوال مخزنة في تطبيق الاكسل الصيغ انا بتعامل معاها وممكن ان انا اكتبها يدويا الدوال نفس الحكاية ممكن ان انا اكتبها يدويا لو انا عايزة اكتب نوع الدلة اللي عايزة استخدمها وابتدي اجري العمليات الحسابية على البيانات اللي دخلتها او الارقام اللي انا دخلتها او اي بيانات اخرى والدوال دي بتكون مخزنة داخل البرنامج وعندي انواع كتيرة من الدوال دوال مالية احصائية رياضية زي ما ذكرنا سابقا ابتدي اختار من داخل مخزن الدوال اللي موجود عندي ببرنامج الائكسل وابتدي اخد الدلة اللي انا عايزة استخدمها وطبق عليها البيانات اللي انا عايزها برنامج الائكسل ليه هو اكثر انتشارا او هو اكتر انتشارا في انهي مجال او في انهي مجالات قالنا انه هو اكتر انتشارا في مجال المحاسبة المالية للمنشآت تعالوا مع بعض نقف عند النقطة دية ونشوف برنامج ميكروسوفت اكسل بيخدمني ازاي في ما يخص المحاسبة المالية للمنشآت طبعا احنا كنوعية تعليم تجاري وفندقي عندنا مادة المحاسبة مادة المحاسبة دي اتعلمنا منها ان احنا بنعد الدفاتر الخاصة بيها في عندنا دفاتر عديدة جدا دفتر اليومية دفتر الاستاذ دفتر الصادر والوارد في عندنا بعمل حساب مرتبات كل الحسابات دي اللي كانت بتستخدم ويتم انتجها بصورة ورقية اصبحت الان مع برنامج ميكروسوفت اكسل ممكن ان اعمل مستند الكتروني يغنيني عن هذه الورقيات طيب هتفرق حد هيقولي طب احنا تعودنا على ان احنا نعمل الحسابات في دفاتر واحنا عارفين الدفاتر دي وعارفين استخدامتها وبنقدر ان احنا نسجل فيها البيانات بكل سهولة احنا لازم نمشي مع التطور والتطور يتجه ناحية التكنولوجيا واذا ان احنا فضلنا ان احنا متمسكين بالطرق القديمة في انتاج ما يمكن ان احنا عايزين ننتجه بين فواتير ومن ميزانيات ومن جميع العمليات الحسابية هنكون احنا يعني متأخرين كثيرا عما هو مستحدث في مجال المحاسبة الالكترونية والتكنولوجيا طيب زي ما قلنا ان الاوراق دي عرضة ان هي تتلف عرضة ان هي البيانات اللي فيها تتمسح عرضة للضياع زائد ان هي بنحتاج مساحة كبيرة جدا علشان نخزنها فيها ارفف ونبتدي نقسم والغرفة دي فيها المستندات الخاصة بكذا والمكتب ده فيه المستندات الخاصة بكذا ناهيكم عن ان لو زي ما قلنا من شوية متخز القرار لما بيجي يطلب بيان عايز يطلب بيان زي ما قلنا عن حركة بيع منتج معين علشان اللي ماسك الحسابات ده بالطريقة الورقية يخرج له البيان ده تخيلوا ان هو هيفضل ينزل ملفات قد ايه ويبحث في فايلات قد ايه يطلع اوراق قد ايه علشان هو يطلع بيانات خمس سنين فاته او عشر سنين فاته او على حسب المطلوب منه ده غير كده كمان بعد ما يجمع البيانات دي ده اذا كانت الاوراق بتاعتها سليمة ويقدر فعلا ان هو يقرأ البيانات اللي موجودة فيها وما يكونش تعرضت للتلف هنبص لاقي ان هو في الاخر ملأ المكتب عنده بكمية اوراق ويبتدي ان هو يفرز الاوراق دي ده غير ان هو بعد كده هيبتدي يفرغ البيانات اللي موجودة في المستندات ويبتدي يديني النتيجة النهائية المطلوبة ده كل دوة بياخد وقت كبير جدا علشان اعده فطبعا ميكروسوف اكسل بيوفر لي الوقت بيوفر لي الجهد بيديني دقة في العمل او في النتائج المتوقعة تاني حاجة بيستخدم فيها برنامج الاكسل الموازنة في عمل الموازنات اللي خاصة بالشركات واللي لا يخلو اي شركة من استخدامها الفواتير وتعالوا نقف شوية عند الفواتير لما باجي استخدم او انتك فطورة لما باجي انتك فطورة لو انا بالطريقة الورقية هبتدي اسطر واكتب الخنات اللي انا هستخدمها طب تعالوا لما اجي اعمل فطورة في برنامج ميكروسوفت اكسل بكل سهولة جدا هنشئ الجدول بتاع الفطورة وابتدي ان انا اسجل في اول خانة او في اول عمود رقم الصنف لو انا بتعمل في سلع بعد كده الصنف اذكره ايه هو لو انا بتعمل في سلع مثلا تكنولوجية مثلا هقول مثلا كمبيوتر نوع كذا لابتوب نوع كذا ايباد نوع كذا وابتدي احط بعد كده هو الاسعار اللي انا اشتريت بيها السعر بعد كده هو لو فيه قاسم بعمل خانة للقاسم بعد كده بعمل الاجمالي فسهل جدا ان انا من خلال برنامج الاكسل ان انا اصمم الفواتير في حاجة كمان مهمة جدا في تطبيق الاكسل عندنا طبعا احنا قلنا ان الفواتير او اي من الدفاتر المحاسبية لا يعتد بيها اذا كان فيها قشت او شط لو انا مسحت بالكوريكتور او شطبت بالقلم على بيان وبعد كده جيت كتبته فوقيه فدوه ما ينفعش يعتد بيه وانه هو يعتمد كدفتر مالي او دفتر محاسبي انما في شيت الاكسل في صفحة الاكسل لما بشتغل عليها وانا اخطأت في اي بيان او كتبت رقم على سبيل الخطأ وعايز اصحح البيان دوه بكل سهولة اقدر ان انا امسحه وما بنش على الصفحة ان هي فيها قشت او سحب نهائي او شطب نهائي وابتدي ان انا اكتب البيان الجديد بكل سهولة وبكده شكل الدفاتر او شكل المستندات عندي او شكل الشيت بتاع الاكسل بيكون خالي من اي اخطاء ومن اي حسف ومش باين عليه اي اضافة طيب حسابات المخزون زي ما قلنا انا ممكن اعمل جدول للمخزون الوارد الصادر والوارد والمنصرف بحيث ان انا لما يطلب مني في اي وقت لما يجي يطلب مني في اي وقت حركة المخزون بالنسبة لسلعة معينة الطلب مني حركة المخزون بالنسبة لاي سلعة ببتدي ان انا فيه برنامج محاسبي عندي انا عاملية ده انا مصممه بايدي لان سهل جدا عمل برنامج خاص بالمخزون اول خانة فيه ببتدي اسجل ايه بسجل السلعة اللي انا استوردتها الواردالية علشان ادخلها المخازن عندي تاني خانة بسجل فيها المنصرف انا باعتقد ايه ايه السلع كم عدد السلع اللي تم خروجها من المخزن وتم بيعها بسجل فيه خانة تانية للمرتجع اكيد فيه هيكون فيه مرتجعات فبسجل خانة للمرتجع اخر خانة بسجل فيها المتبقي في المخزن يبقى انا لو جيت احسب المتبقي في المخزن اكيد هياخد السلع اللي تم اضافتها واحزف منها السلع اللي تم بيعها واضيف عليها السلع المرتجع وبكده هو يبقى انا مسجلة عندي كمية المخزون من السلع دي ايه طب ده هيفيدني بيه هيفيدني ان انا لو اي صنف من الاصناف اللي انا بتاجر فيها او بتعامل فيها نفذ او قبل ما ينفذ ب اه حاجة بسيطة جدا بيكون فيه مؤشر عندي بيبين لي اذا كان المنتج ده واللي عندي قرب او شرف على النفاذ بشوف قدامي مؤشر بيقول لي كده هو فعلشان ما تأخرش في ان انا اطلب المنتج فابتدي ان انا اوفره قبل ما يخلص علشان لما يجي العميل يطلبه ما يضطرش ان هو يستنى لغاية ما اعمله فحص للمخزن واشوف هل السلعة دي موجودة ولا لا برضو لو كان فيه رقود في صنف لاحظت ان خركت رقود الصنف مثلا السلعة دي بقالها فترة ما تعملش عليها اي عمليات مخزن جاية ازاي لان هو هيبص يلاقي كمية السلعة يدوبك بيخرج منها حاجة بسيطة والباقي مخزن في المخزن ما تمش طلبه من السوق فيبتدي متخذ القرار يفكر ليه السلعة دي رقودة كده وبيتخذ قرار ياما يغير السلعة دي يستبدلها بسلعة اخرى اما ييجي يشتري بعد كده هو الصنف دو او ياما يستغنى عن هذه السلعة لان ما عادش السوق اللي بيطلبها طب تخيلوا لو عملية متابعة المخزون دي بتتم بصورة عشوائية او بصورة يدوية فمش معقول ان انا اسجل فواتير دوكول وخروج المنتج وبعد كده اجمع الفواتير دي وابتدي اشوف فين الصنف اللي دخل فين الصنف اللي خرج وابتدي اشوف الاعداد بتاعتها هتبقى عملية شاقة وصعبة ناهيكم طبعا عن اذا ضاعت فطورة او اذا تلفت او اذا اتمسح البيان اللي فيها واحنا مش عارفين هنعمل ايه فتخيلوا لو احنا دخلنا المخزن كل فترة عشان نعد كل صنف من السلعة اللي موجود فيه ونعرف العجز والزيادة اللي موجودين فيه فطبعا دي هتبقى عملية مرهقة قيدا وخصوصا في بعض الشركات والمؤسسات بتتاجر في اكتر من سلعة واثنين وثلاثة واربعة فكمية المخازن بتاعتها بيكون كبيرة جدا واحيانا كمان بيكون كمية السلعة حجمها كبير جدا فدي بتبقى عملية شاقة لو ما احنا ما وجدناش لها نظام محاسبي الكتروني نقدر من خلاله نصبط العملية دي طيب بستخدم التسويق في عرض البيانات الرقمية في شكل مخططات طب تعالوا نشرح الكلام ده يعني ايه انا دلوقتي في عندي مؤشر بيقول ان انا بنتج منتج معين مثلا وليكن مثلا منتج من منتجات الاطفال شركة بتشتغل في منتجات الاطفال المنتجات دي حققت مبيعات في السوق كبيرة جدا من خلال الرسم البياني هبتدي ان انا اخط المنتجات دي زي ما قلنا في شكل بياني وابتدي الاقي ان مؤشر بيع السلع دي في تزايد مستمر انا ممكن اخد المخططات دي واستخدمها في عمل دعاية واعلان لمنتجات الشركة عشان اوضح للعميل ان منتجاتنا فعلا مطلوبة في السوق واكيد طالما ان هي مطلوبة في السوق يبقى المستخدم لان هي منتجات جيدة فابتدأ ان هو يطلبها باستمرار عشان كده حركة البيع عندي للمنتجات دي في زيادة مستمرة فده بنستخدمه كدعاية واعلان وتسويق لمنتجات الشركات طب اعداد كشوف المرتبات اعداد كشوف المرتبات ده من اهم المجالات اللي بتستخدم في برنامج ميكروسوفت اكسي طبعا اي شركة او مؤسسة او اي شكل من الاشكال التجارية لأي منظمة يجب ان يكون فيها اكيد مستخدمين فيها عمال فيها فنيين فيها اداريين كل دولة اكيد بيكون ليهم مرتبات فالمرتبات دي زي ما كلنا عارفين مش بيبقى المرتب بس اللي احنا بنحطه قدام اسم كل موظف او كل فني او كل اداري لأ ده احنا بنجيف عليها حوافز بنجيف عليها بدلات بنخصم منها تأمينات بنحط عليها عمولات خاصة بالبيع اذا كان الموظف ده بيتعامل في ادارة البيع فاحنا المرتبات دي بنحتاج عليها عمليات عمليات كتيرة علشان ننتج في النهائي او نستخرج في النهائي صافي المرتب كل العمليات دي برنامج ميكروسوفت اكسل اه اتحلنا بكل سهولة انا ممكن اصمم برنامج زي ده على برنامج اكسل لو انا احنا بقينا محترفين في استخدام التطبيق طب فيه كمان برامج جهزة السوق والمبرمجين اتاحوا برامج جهزة استخدمت وانشقت من تطبيق ميكروسوفت اكسل البرامج البرامج دي خاصة بالاغور وبتبقى برامج محترفة وفعلا بتؤدي نتيجة بجودة عالية ومن خلالها اقدر بكل سهولة ان انا احسب صافي مرتبات اي اي موظفين او اداريين زي ما قلنا موجودين داخل المنشاة طيب ايه تاني ممكن ان انا استخدم فيه برنامج ميكروسوفت اكسل دفاتر الحضور والانصراف كلنا طبعا عارفين ان اي منشأة بيكون فيها عاملين لازم يكون لهم اثبات حضور اللي احنا بنسميه دفتر الحضور والانصراف الموظفين دولة فيه شركات بيبقى عدد الموظفين بتاعتها كبير جدا فيها مثلا 500 اسم موظف بكتب اسمه انه هو في الكشف بتاع الحضور والانصراف هو طبعا دلوقتي ظهرت اشكال الكترونية خاصة ببصمة مثلا الاسبع الخاصة بالحضور والانصراف ولكن ما زالت هناك شركات الافضل بالنسبة لها انها تستخدم حضور والانصراف لانها بتعتبر دفتر مالي من خلاله بيتم حساب اجر العامل اللي هو موجود في المؤسسة دي طبعا قلنا فيه مؤسسات كبيرة جدا بيوصل العمالة فيها العدد كبير ممكن يوصل لالف في بعضهم خمسمية فيه تلتمية على حسب حجم المنشأة الموظفين دولا فيه منهم يترك العمل او يلاقي عمل افضل فبيسيب المكان اللي هو فيه فيه ناس بتتعين جديد في الشركة يعني فيها حرقة مستمرة فانا لو بعمل الكشوف دي بإيه دي هيبقى صعب علي ان انا العامل اللي مشي ده اشطب عليه العامل اللي جيه مش هلاقي خانة ليه فاضطر ان انا اسطر جدول تاني عشان ادخله في اسامي الموظفين ناهيكم طبعا على ان كمية الاسامي اللي هكتبها لان الاسامي دي بتبقى موجودة معانا سنتين ثلاثة اربعة على حسب وجود المنشأة وعلى حسب وجود العاملين بها فمش معقول ان انا كل شهر مثلا او كل اسبوع هبتدي اكتب الاسامي دي تاني بتبقى عملية مرهقة جدا واحنا قلنا خصوصا لما بيبقى عدد العاملين في المنشأة عددهم كبير فاللي حللي المشكلة دي برنامج ميكروسوفت اكسل ان هو بسهولة جدا اقدر اسجل اسامي الموظفين دولا ده انا ممكن انقلهم من شهر الشهر او من اسبوع والاسبوع على حسب بالدفتر عندي بخليه بالاسبوع ولا بخليه بالشهر يبقى سهل جدا ان انا استخدم كتابة الاسامي دي واتبحها بصورة ورقية لو انا عايزة استخدمها ان الموظف يمجي بايده حضور او يمجي بايده انصرافة دي بتسهلي كتير جدا من الشغل طيب تعالوا نشوف برنامج الاكسل اللي هو زي ما قلنا وبنقرر احد تطبيقات ميكروسوفت التعامل مع ايه قالنا البرنامج ده بيستخدم للتعامل مع ثلاث حاجات الارقام والجداول والدوان الارقام والجداول والدوان الارقام اللي انا بكتبها في الخلية او السل بتاعة الشيت اللي انا شغالة عليه الارقام دي زي ما قلنا بجري عليها عمليات حسابية زي الجامع والضرب والطرح والاسمة الجداول زي ما قلنا ان احنا بنصمم جداول زي ما قلنا قبل كده هو جداول المرتبات جداول الحضور والانصراف جداول الفطورة جميع النوعية من الجداول اللي احنا ذكرناها الدوال زي ما قلنا ان فيه كمية دوال مخزنة داخل البرنامج دوال رياضية ومالية وإحصائية ومنطقية بستخدم في كل شيء انا او كل عملية انا عايزة اجريها على البيانات دي بستخدم الدالة اللي تناسبها واللي تحقق لي النتيجة او الهدف اللي انا من اجله استخدمت الدالة طيب تعالوا نشوف التخزين تخزين البيانات في برنامج الجداول الالكترونية ميكروسوفت اكسل بيتم من خلال ايه بيتم من خلال ورقة عمل يعني اي جدول انا عايزة اصممه بصممه من خلال ورقة العمل اللي هي الورك بوك وورك بوك طيب لما انا استخدم ورقة عمل وورقة عمل وورقة عمل كذا ورقة عمل انا بستخدمها يبقى عندي في النهاية وورك بوك كل وورك بوك يحتوي على شيت اتنين تلاتة اربع زي ما انا عايزة ازود العدد عندي امكانية في تزويد عدد الشيتات في الورك بوك بما يحتاجوا العمل على البرنامج يبقى انا عندي جداول بخزن البيانات في جداول في برنامج ميكروسوفت اكسل الجداول دية بتكون موجودة في شيء الشيتات بسميها الشيتات دية بسميها وورك شيء في الاخر بتجمع في وورك بوك اللي هو دفتر العمل طب تعالوا نشوف ورقة العمل ورقة العمل تعالوا نشوف مع بعض ورقة العمل الوحدة بتحتوي على ايه ايه هي مكونات ورقة العمل في تطبيق ميكروسوفت اكسل ورقة العمل بتتكون من مجموعة من الاعمدة ومجموعة من الصفوف من الاسم كده العمود اكيد شكله هيكون كده العمود شكله هيكون رأسي والصف شكله هيكون افقي العمود شكله بيكون رأسي والصف شكله بيكون افقي العمود ده الاعمدة اللي موجودة في شيء الاخسل بتاخد بسميها ازاي بسميها بالحروف بحروف اللغة الانجليزية يعني اول عمود بسميه العمود A. بعدي العمود B. بعدي العمود C. طب بالنسبة للصفوف بالنسبة للصفوف بتاخد تسميتها من الارقام 1 2 3 4 5 يبقى العمود بياخد تسميته بحروف اللغة الانجليزية ABCD الصف بياخد تسميته من الارقام 1 2 3 طيب قال لنا تقاطع الصف مع العمود بينتج ما يسمى بالخلية الخلية يعني سل الخلية دي هي الجزء اللي انا بكتب فيه البيانات بتاعتي وعلشان اكتب فيها البيانات لازم تكون ناشطة اسميها الخلية الناشطة ناشطة ازاي انها بتكون محددة ببرواس طالما الخلية عندي متحددة ببرواس معنى كده ان دي الخلية الناشطة اللي انا هشتغل عليها وابتدي ادخل عليها البيانات يبقى عرفنا إن شيت الأكسل بيحتوي على أعمدة وصفوف التقاء العمود مع الصف ينتج ما يسمى بالخلية طيب الأعمدة قلنا إن هي بتاخد تسمية بحروف اللغة الإنجليزية A, B, C طب إذا خلصت حروف اللغة الإنجليزية لغاية حرف Z إيه اللي هيحصل؟ الأعمدة هتخلص؟ لأ هنبتدي نرقم من أول تاني بس بشكل مختلف العمود اللي بعد Z هنسميه A, A وبعدين A, B وبعدين A, C وبعدين A, D وهكذا ترقيم الأعمدة إنما ترقيم الصفوف هو هياخد الأرقام 1, 2, 3, 4, 5, 6 إلى آخر وقلنا إن التقاء الصف مع العمود هينتج لي ما يسمى بالخلية إيبقى أنا طريق التخزين البيانات داخل الworkbook دفتر العمل بخزينها في جداول الجداول دي بتكون موجودة في الشتات الشتات دي تنتج ما يسمى بالworkbook طيب تعالوا بقى نشوف إزاي أنا أستفيد من مميزات برنامج ميكروسوفت Excel أول حاجة التخزين زي ما قلنا إن برنامج ميكروسوفت Excel تخزينه للبيانات بيخزن كمية كبيرة جداً من البيانات وممكن كمان إن أنا أحتفظ بالبيانات دي على وسيط تخزين زي CD وزي الفلاش ميموري أبتدي أخزن البيانات وأعمل لنفسي قاعدة بيانات إذا كان الهارد الخاص بالجهاز اللي أنا شغال عليه ابتدى أنه هو اتملم البيانات وعشان ما سحمشي الهارد جوه الجهاز أنا طبعاً بلجأ بإني أشوف وصائل تخزينية إلكترونية أخزن عليها البيانات علشان تبقى تتعملي قاعدة بيانات أو داتا بيس تكون موجودة عندي وقت محتاجها أجيب الفلاشة أو جيبي الـ CD الخاصة بالبيان اللي أنا عايزة أستخرجه وابتدي إن أنا أخرج البيان بكل سهولة طبعاً زي ما قلنا إن ده هيغني كتير عن وسائل التخزين وسائل التخزين اللي كنا بنستخدمها قبل كده في الفايلات والرفوف ويوفر علي كتير من المساحة التخزينية استرجاع وتحليل البيانات يعني إيه استرجاع وتحليل البيانات أنا دلوقتي خزنت البيانات محتاجة أعرف علاقة البيانات ببعضها إيه علاقة مثلاً إن السلعة دية اتباعت بإن سعر الدولار مثلاً في الوقت دوة اتجه للانخفاض مثلاً إن كل شركة طبعاً بيبقى كل شغلها مرتبط بالعملة فأنا بعمل علاقة ما بين البيانات ببعضها وأقدر إن أنا أحلل البيانات دية واستخرج أسباب ومسببات للمؤشراتي عندي سواء بالصعود أو الهبوط لبيع منتج معين طيب هنيجي نقول إيه تاني ممكن بنستخدمه أقدر إن أنا أنسخ البيانات دية يعني إيه الكلام ده أنسخ البيانات وجمخها في أوراق عمل ودفتر عمل إحنا قلنا طبعاً إن الورك بوك بيتكون من كذا شيت الشيتات دية ممكن إن أنا أنقل بيانات ومعلومات من شيت واحد أو أجيها شيت اتنين والعكس إما أنقلها يا إما أنسخها يا إما إن أنا أجري عليها عمليات ارتباط بينها وبين بعضيها يعني لو كان شيت واحد فيه بيان أو فيه مدخل معين أنا محتاجة عشان أكمل بيه بيان تاني موجود في شيت اتنين فمعنى كده هو إن أنا هتطر أعمل علاقة بين شيت واحد وشيت اتنين وده من الحاجات المهمة جداً واللي وفرت علينا كتير جداً ووفرها لنا برنامج ميكروسوفت إكسل إن أنا ممكن إن أنا أعمل نقل ونسخ للبيانات وارتباط كمان ما بين البيانات ما بين شيت وشيت موجودين في دفتر عمل واحد طيب تعالوا مع بعض بقى نشوف تشغيل برنامج ميكروسوفت إكسل برنامج ميكروسوفت إكسل زي ما إحنا عارفين أحد برامج ميكروسوفت أوفيس وبرامج ميكروسوفت أوفيس لها طرق معينة لتشغيلها طيب تعالوا نشوف إزاي الطرق اللي من خلالها أقدر أشغل أو أفتح برنامج ميكروسوفت أوفيس البرنامج أتاح أكتر من طريقة ليه أتاح أكتر من طريقة؟ علشان المستخدمين أنواع عديدة وفيه مستخدم سهل بالنسباله أنه هو يتعامل مع الطريقة الأولانية في فتح البرنامج فيه مستخدم تاني قولك لا الطريقة دي صعبة بالنسبالي أو هتاخد مني وقت كتير لا أنا مش هستخدم الطريقة دي أنا هستخدم طريقة تانية فعلشان كده ميكروسوفت أوفيس في أي تطبيق من تطبيقاتها اللي احنا قلنا عليهم اللي في حزمة البرامج سواء ميكروسوفت أكسل، ميكروسوفت باوربوينت، ميكروسوفت وورد وجميع التطبيقات اللي موجودة لها طرق مختلفة لفتحها تعالوا طيب ما بعد كده نشوف ميكروسوفت أكسل إيه الطرق اللي قتح لنا لفتح البرنامج أول حاجة أول حاجة قالها أنه أنا ممكن أفتح البرنامج من خلال الشاشة الويندوز الرئيسية من جزء الأبس، جزء الأبس اللي هو موجود في الشاشة الويندوز اللي افتتاحية بدور على بعد ما بفتحه بعمل عملية سيرج بالماوس على التطبيق ميكروسوفت أكسل وأول ما بلاقيه بعمل عليه دبل كليك بالماوس فبيفتح معي دي أول طريقة، الطريقة الثانية من خلال مخرك البحث اللي موجود على نافذة الويندوز هبتدي أن أنا أقف عليه بالماوس وأضغط عليه علشان مؤشر الكتابة يظهر معي أكتب أول بمجرد ما هكتب أول حرفين من برنامج الأكسل هكتب إي أكس سي هلاقي أنه ظهر عندي برنامج ميكروسوفت أكسل الأيكونة اللي خاصة بيه أقف عليها وعمل دبل كليك هبتدي البرنامج يشتغل معي دي الطرق اللي بستخدمها علشان أفتح تطبيق ميكروسوفت أكسل طيب تعالوا نشوف الأول طريقة آدي عندي التطبيق الأبس أهو التطبيقات اللي موجودة لما أنا بفتحها هلاقي مجموعة من التطبيقات بستخدم الموس في أني أدور على تطبيق ميكروسوفت أكسل أهو شايفينه اللي عليه السهم دو مكتوب ميكروسوفت أكسل والأيكونة اللي خاصة بيه عبارة عن ورقة عليها حرف الأكسل باللون الأخضر لو أنا وقفت عليها بالموس وضغطت دبل كليك هيتفتح معي الأكسل طب تعالوا نشوف الطريقة الثانية اللي أنا من خلالها هبتدي أفتح البرنامج ميكروسوفت أكسل آدي مؤشر البحث اللي أنا قلت لكم عليه هقف عنده بالشكل ده عند العدسة أعمل كليكة بالموس هبتدي أن أنا أكتب أول بمجرد ما هكتب أول حرفين تلاتة من اسم التطبيق هلاقي الأيكونة بتاعته ظهرت زي ما احنا شايفين كده أهي ميكروسوفت أكسل في الصفحة البيضة اللي عليها الأكسل خضرة لو أنا ضغطت دبل كليك عليها بالموس هلاحظ أن التطبيق اتفتح معي أقفل بقى النفذة الخاصة بمحرك البحث هادي التطبيق قدامي اتفتح زي ما احنا شايفين بالشكل ده الصفحة اللي خاصة بي طيب احنا عرفنا إزاي أفتح تطبيق ميكروسوفت أكسل تعالوا نشوف إزاي أغلق التطبيق ميكروسوفت أكسل فيه تلات طرق لغلق التطبيق فيه طريقة منهم باستخدام الكيبورد لوحة المفاتيح طب ليه حطين طريقة من الطرق هي استخدام الكيبورد في بعض الأحيان لو حد شغال على بي سي عادي جهاز كمبيوتر عادي يكون موجود فيه كيبورد وماوس طب افرض أن الماوس ما كانش موجود الماوس مش موجود أو الماوس حصل فيه أي مشكلة هل ما قدرش أنه أنا أغلق البرنامج لأ قدنا طريقة أنه إحنا نغلق البرنامج لو أنا مش معايا ماوس من خلال الكيبورد بأنه أضغط على مفتاحين ALT و F4 وموجودين عندي في الكيبورد فيه عندي زرارين للALT واحد يمين واحد يسار كلنا عارفين كده طبعا على الكيبورد وفيه عندي مفاتيح الوظائف F1 F2 F3 F4 إلى آخره فأنا بضغط مع مفتاح الALT مع مفتاح ال F4 الاثنين مع بعض بيقفلولي تطبيق ميكروسوف اكسل طيب حدا هيقول لي أن فيه أجهزة اللابتوبات بيبقى الماوس موجود مع الكيبورد أيوة فعلا بيكون فيه موجود ماوس مع الكيبورد ماوس داخلي على الكيبورد ذات نفسها ولكن احنا بنتكلم لو كان حد إمكانية أنه ما يشتغل ما عنده إمكانية أنه هو عنده لابتوب فيبتدي يشتغل على بيسي عادي فدي برضو طرق بنقولها وبنعرفها للمستخدمين علشان تسهل عليهم عملية التعامل مع التطبيق ميكروسوفت اكسل الطريقتين التانيين بقى ايه هم أول طريقة أن أنا أغلق بيها البرنامج أن أنا بفتح التبويب فايل هنشوف التبويبات دي وهنشوف شاشة البرنامج متتكون من ايه ولكن في البداية طبعا أي تطبيق لازم نعرف إزاي نشغله وإزاي نغلقه بفتح التبويب فايل هلاقي في آخر التبويب فيه اختيار اسمه اجزت اجزت ده بيبقى الايكونة بتاعته عبارة عن برواز أخمر وجوه علامة اكسل لو أنا ضغط عليه هيتقفل التطبيق فيه ايكونة تانية ممكن اقفل من خلالها التطبيق موجودة في التايتل بار اللي هو شريط العنوان فيه اقصى يمين الشاشة برضو بلاقيها ايكون عبارة عن برواز أخمر بداخله علامة الاكس بضغط عليها بالماوس بعمل عليها كليكة بالماوس بيتقفل التطبيق معي وديه كانت الطرق التلاتة لغلق برنامج ميكروسوفت اكسل وقلنا ان فيهم طريقة اللي هي Alt و F4 اللي بستخدم الغلق من الكيبورد من مفتاحي ال Alt و E4 من الكيبورد طيب تعالوا معينا كده هو نشوف برضو عمليا ازاي بغلق التطبيق طبعا دي صفحة البرنامج اول ما بيفتح البرنامج خلاص انا فتحته وعرفت ازاي بفتحه من خلال محرك البحث او من الابس ايدي تبويب فايلز اتفتح معي التبويب اخر امر في التبويب اللي هو اجزت زي ما قولنا برواز احمر في علامة ال اكس لو انا وقفت كده وضغطت عليها بالموز لاحظت ايه اللي حصل اتقفل التطبيق معايا ومش لقيه على موجودة على الشاشة نظرا لغلقه الطريقة التانية ان احنا قولنا هنغلقه ازاي قولنا ان في شريط العنوان بلاقي في ايكونة بالشكل اللي انا شايفاه دوة ال اكس اللي في البرواز الاحمر اللي موجودة في التايتل بار في اقصى اليمين زي ما احنا شايفينها كده هو اللي انا وقفة عليها بالمؤشر لو ضغطت عليها لقيت ايه لقيت التطبيق اتقفل معي يبقى نقطة عشان نراجع احنا قولنا ايه برنامج ميكروسوفت اكسل وعرفنا البرنامج دوة بيستخدم في ايه وعرفنا ايه الفوائد اللي انا بجنيها بتعامل مع البرنامج وعرفنا البرنامج دوة بيتعامل مع ايه قلنا بيتعامل مع الجداول بيتعامل مع الارقام بيتعامل مع البيانات بيتعامل مع الدوال بعد كده هو اتكلمنا عن ايه الفايدة اللي بتقود علي من استخدام البرنامج وقلنا انه هو اهم حاجة انه هو بيوفر للوقت والجهد وانه هو بيضمن لي نتائج مرضية بالنسبة للعمليات الحسابية والمنطقية اللي بجريها على البيانات قلنا انه هو بيستخدمه في مجالات عديدة جدا ومتاح لي انه انا اعمل منه برامج بداخل البرنامج ذات نفسه اعمل برنامج اجور اعمل برنامج مخزون اعمل برنامج خاصة بالمرتبات يعني فيه لي استخدامات عديدة جدا عرفنا ازاي بنفتح البرنامج ودي كانت اهم حاجة في البداية عشان ابتدي اشغل البرنامج وتعامل معاه قلنا انه احنا بنشغله باكتر من طريقة وقلنا انه احنا بنوتيح اكتر من طريقة او ميكروسوفت اتاحت اكتر من طريقة للتعامل مع البرنامج ليه؟ علشان كل مستخدم بيبقى بيفضل طريقة ما في التعامل مع التطبيق فما نقولش لأ دا هي طريقة واحدة لأ احنا اكتر من طريقة علشان نبتدي ان احنا نتعامل مع التطبيق وقلنا ان الطرق دي اهم طريقتين منهم عن طريق الابس ان انا ابتدي ادور على التطبيق اقف عليه بالماوس وادوس دبل كليك او عن طريق محرك البحث سيرش ان انا اقف عليه وابتدي ان انا اكتب اول حرفين تلاتة من التطبيق فبيظهر لي الايكون الخاصة بيه اعمل عليها دبل كليك فبيتفتح معي ده طريقة فتح التطبيق طريقة غلقه قلنا ان احنا عشان نغلق البرنامج او التطبيق ميكروسوفت اكسل اللي احنا شغالين عليه واذكركم تاني انه هو خاص بمنهج الصف التاني التجاري والفندقي الترم الاول او الفصل الدراسي الاول نيجل طرق غلق التطبيق اول طريقة قلنا ان احنا ممكن نستخدم الكيبورد في غلق التطبيق عن طريق مفتاحي الالت والففور اضغط عليهم هيتقفل معي التطبيق الطريقة التانية ان انا من خلال التبويض فايل بفتحه بلاقي اخر امر فيه مكتوب اجزت قدامه ايكون في برواز احمر عليها حرف الاكس بضغط عليه بيتقفل التطبيق الطريقة التالتة من خلال التايتل بار شرية العنوان في عندي ايكون في اقصى يسار الشاشة في اقصى يمين الشاشة في الاعلى الايكون دي من خلالها بقدر ان انا اغلق البرنامج وبتبقى موجودة حرف الاكس في برواز احمر برضو وبقفل البرنامج طيب دلوقتي خلاص بعد ما عرفنا ازاي نشغل التطبيق ميكروسوفت اكسل وعرفنا ازاي نغلقه نفتحه باكتر من طريقة ونغلقه باكتر من طريقة بالوقتي هنشوف مكونات الشاشة الافتتاحية للتطبيق تعالوا كده معنا علشان نشوف مكونات الشاشة الافتتاحية اول حاجة بتقابلني لما بفتح التطبيق شريط العنوان زي ما قلنا التايتل بار اهو ظاهر قدامي اهو بيكتب فيه ايه التايتل بار ده بيكتب فيه اسم البرنامج ميكروسوفت اكسل والاسم اللي انا خفصت به ايه ورقة العمل او الورك بوك اللي انا شغال عليه وهنشوف ازاي الحفظ بيكون ازاي ده شريط العنوان شريط التبويبات شايفين مكتوب هنا هو فايل هوم ادت الى اقرو دي كلها اسمها تبويبات خاصة بنافزة ميكروسوفت اكسل التبويبات دي لما بفتحها بيكون جواها اوامر الاوامر دي بختار منها الامر اللي انا عايزة استخدمه الاوامر دي بيكون موجودة فين بيكون موجودة في الشريط ده اللي بسميه الربون اللي انا بقشر عليه ده اللي فيه الايكون الصغيرة دي دي عبارة عن اوامر لو ضغطت على اي ايكون منها بيتنفزلي الامر اللي انا عايزاه دول موجودين فين في الشريط الربون زي ما احنا شايفين كده وكل تبويب من دولة كل تبويب من دولة بيكون كل تبويب من دولة بيكون ليه ادوات خاصة بي ادوات خاصة بي يعني التولز اللي موجودة في الفايل غير التبويب فايل غير التولز اللي موجودة في التبويب هوم كلها بتبقى مختلفة ايضا هناك فيه منطقة العمل اللي انا هشتغل فيها وفيه شريط الحالة وبكده اتعرفنا على بعض الاجزاء اللي خاصة بمكونات الشاشة اللي افتتاحية ان شاء الله في الحلقة القادمة هنكمل بقية هذه المكونات وكمان هنشتغل عملي ونشوف ازاي التبويبات دي الايكونات اللي موجودة فيها هنتعامل معها ازاي طلابي الاعزاء سعدت بوجودي معكم هذه الحلقة والى اللقاء في حلقة قادمة ان شاء الله شكرا لكم اهلا بكم اعزائي طلبات وطلبات التعليم الفني وكل عام وانتم بخير ببداية العام الدراسي الجديد وتكون بداية سعيدة عليكم في بداية اول يوم دراسي ونتمنى لكم التوفيق والنجاح ان شاء الله بإذن الله ناخد النهاردة مادة المؤيسات والتكاليف مع الصف الثاني قسم ملابس جهزة هنتكلم عن المؤيسة هناخد فيها الباب الاول بتكلم عن تعريف المؤيسة والخامات الاسية والخامات المساعدة وكيفية حساب كمية التكاليف والاقمشة للمنتج والتصميم وزي حل المنتج حل الموديل ايه هي موصفات الموديل وهي الخامات اللي دخلة فيه الموديل كل ده هناخده بالتفصيل في الباب الاول تعالوا مع بعض النهاردة ناخد فكرة عن المؤيسات وتعريف المؤيسة اول حاجة هنقول ما المقصود بالمؤيسة يعني ايه المؤيسة وليه احنا بندرس مادة المؤيسات احنا قلنا قبل كده ان احنا بندرس مادة المؤيسات لمعرفة كافية حساب الخامات اللي دخلة فيه المنتج يعني ما يكون عندي موديل او منتج ازاي اعرف الخامات اللي دخلة فيه والمنتج ده بياخد قد ايه خامات سواء خامات أساسية او خامات مساعدة التفاصيل بتاعة الخياطة الماكينات التسويق المبيعات كل ده بحسبه من ضمن الخامة او ضمن المنتج بحيس ان انا اقدر اوصل للتكلفة النهائية للمنتج سواء هبيعه او ان انا ايه هاكل اعمله بنفسي نبدأ مع بعض كده المقايسة هي حساب كل ما هو في صناعة او تنفيذ السلعة المطلوب يعني كل اللي بيدخل في السلعة او المنتج هو اللي انا بحسبه من تقدير كميات واسمان الخامات الاسية والخامات المساعدة يبقى اول حاجة بحسبها في المقايسة في المنتج اللي هو الخامات الاسية والخامات المساعدة يعني ايه خامات الاسية وخامات المساعدة الخامات تعتبر دي هي الخامات الأسية الخامات المساعدة اللي هي بتدخل في تصنيع المنتج زي الخيوط السوسط الزراير كل دي بقول عليها خامات ايه مساعدة وتحديد مراحل التشغيل المختلفة من تصميم ورسم بطرون وقص خطوط الانتاج يعني انا بحاجة